شكراً سيد رئيس، شكراً سيد المستشار على هذا السؤال وأهمية هذا الموضوع خاصة أن هذا الجيل الجديد للشباب والشبات يعني ليستفدوا من هذا البرنامج لأول مرة بحقاً لأنه برنامج جديد لترناه هذا الصيف مباشرةً بعد نهاية البرنامج وفي إطار المعاناة والإشكاليات اللي عشناها في الحوز والمصيبة الزلزال إلا وهم الأوائل اللي قدموا إرادتهم للمساعدة وهذا اللي يعتدموها اللي يعتبر الإمكانيات اللي عنده البسيطة هذا كي يبين بأن هناك جيل صاعد لكي ينتظر فقط أن القطعات المعنية والإدارات المعنية تهتم بهم بشهما يهتموا بهذا الوطن وهذا إيجابي جداً عودةً لموضوع نذكر بأن هذه أول سنة اللي تلق فيها المشروع في مرحلتين المرحلة الأولى كانت مرحلة تكوينية لمدة أسبوع طبعاً برامج تكوينية في مجال التراث والتاريخ والمغاطنة ومرحلة تانية اللي هي حل أنستاج نعتبره أنستاج ميداني مجال الميداني في مجموعة المؤسسات إنسانية مقاولات باش بالطبع حل أنستاج في السيبيلي ستستافذوا من تجربة الميدانية اللي هي في الأخير كتكون مهمة جداً خاصة أن هذا البرنامج الفكرة الأولى فاش كنا تصرحنا هذا البرنامج في قطاع الشباب هي كالموجهة للشباب اللي كيوصلوا للسين الرشد وبالطبع كنا عارفوا بأن الباساج يعني باش تدوز من 17 ل19 لعام نعم كيكون بعض برات صعب لأنك يولي عندك حقوق وواجبات وفي الأخير عطبنا بأعلى وزارة الشباب هي المعنية الأولى باش تواكب هذه العملية معهم باش ما نخليهم بواحدهم في المعاناة للحياة اليومية وفي هذا الإطار بالطبع أمام هذا هذا يعني الإرادة الإيجابية للشباب والشباب إلا وغايكون حتى مرحلات ثالثة نقدرون أن نتبروها لأنهم يبوضر من السباب وبطبع تفاع الإيجابي من القطاع من القطاع غايكون هناك أجمعيات جهة ومحلية لهاد السباب اللي خرجوا من هذا البرامج لعدد لهم تقريباً ربعة آلاف باش 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 ولو انتهت يعني المدة للإفتفادة لهاد البرنامج إلا باش تكون علاقة مع ديور شباب باش تكون واحدة المساعدة وحتى الجيل اللي غايستفد للصيف المقبل ان شاء الله يكونوا التجارب والتيموانياج لهاد شباب اللي مهم جدا باش يبقى واحد الفكرة هو أن وزارة الشباب يعني تنخارطوا مع هاد هاد الجيل الصاعد هاد الجيل الجديد باش أنا داك تكون واحد الاستمرار اللي الأعمال اللي كان قموا بها وحتى يعني دي بوغت باغول هم 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 الاخوان الكبار دي الأجيال اللي غايكون من بعد وهذا أعتقد هو الدور الأساسي لكي لعبوا ديور شباب وقطاع الشباب في الشحار هذه وبغلنا نرجع اليوم شكرا ترجمة نانسي قنقر